وهذا كله نقرأ عنه في سفر التكوين إصحاح 3 عن حواء كيف دخلت وسقطت في التجربة مكتوب فرأت المرأة أن الشجرة شهية للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت يعني خلاص وقعت لأنه ابتدأت في النظر وتلقحت في داخلها فأخذت الأكشن يعني فأخذت من ثمرها وأكلت تكوين إصحاح 3 فالخطية أحبائي خاطئة جدا والخطية تقود إلى الموت الجسدي لأنه يوم تأكلا منها موتا تمتا فإذا الخطية قادت إلى الموت الجسدي لكن مش بس الموت الجسدي الخطيئة تقود إلى الموت الروحي والأبدي يعني أي الانفصال الإنسان عن الله وبركاته انفصال خلاص موت أبدي لأن أجرت الخطية هي موت وأما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا لاحظ الكلام انجذبه وشيء طبيعي دائما الإنسان بينجذب لمن؟ بينجذب لشخص مثلا عنده كارزمة شخص جميل الطلعة أو فتاة شكلها جميل في شيء بيلفت الانتباه فعندما يلتفت الانتباه هذا الالتفات تغري للوقوع في الشرط اللي هو الطعم فإذا عندما تلتفت أنت تلتفت إلى الطعم وعندما تأخذ هذا الطعم أنت لا ترى الكلابة فتمسك في هذا الفغ فالطعم هو التزيين وتجميل التجربة فالشهوة هي رغبة النفس حب التمتع حب الامتلاك حب إشباع الجسد تبتدي بفكرة كما يقول الكتاب المقدس وهذه الفكرة هي من جوة من الداخل لأنه مكتوب القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه فالقلب من جوة نجيس والرب يسوع قال يعني من القلب تخرج الأفكار الشريرة يعني هذه الأفكار تتحول من إلى فعل بتصير خطية مثل النار اللي بتبتدي في شرارة صغيرة وهي النار بتبتدي تكبر وبتبتدي تاكل الإخضر واليابس حواليها فإذا التجربة تأتي عن طريق الرغبة الداخلية الأنانية الشريرة إذا لم تطرب الفكر الشرير فأنت تغذيه وكلما غذيت هذا الفكر لابد أن يتم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة